مجلس التعاون لدول الخليج العربية إكسبو 2020 في دبي أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور عدد من الزوار والمسؤولين هذه المشاركة نعتبرها مشاركة هامة لنا في معرض إكسبو دبي لأسباب كثيرة الحقيقة أولا نستعرض منجزات المجلس التي تمت على مدى العقود الأربع الماضية وأيضا نستعرض التطلعات المستقبلية لمجلس التعاون خلال العقد الخامس هذا وشهد الاحتفال العديد من الفعاليات منها عرض جوي للقوات المسلحة وعرض جوي لقوات الفلسان الإماراتية وعروض موسيقية للقوات المسلحة السلطانية كما أقيم معرض صور مصاحب للإحتفالية يستعرض صور القادة والمؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الإنجازات المتحققة على مدى الأربع عقود الماضية ودائما مجلس التعاون الخليجي تربطها الأخوة والعادات والتقاليد والنجاحات إن شاء الله ودائما مجلس التعاون له نظرة مستقبلية إن شاء الله ستوحد صفوف مجلس التعاون في كل المجالات وفي النهاية نحن أخوة وأهل ويجمعنا عرق ودم وروح واحد تأتي هذه الاحتفالية في إطار تعزيز مسيرة التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي وتأكيد الدور المهم للمجلس ومؤسساته في توحيد الجهود الهادفة إلى تحقيق التنصيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين الذي يؤكد على المصير المشترك والحفاظ على الموروث الخليجي مظلة موحدة تجمع أبناء الخليج العربية لتضيئ مسارا من العمل المشترك والالتضامن لمواجهة التحديات لتلفزيون مملكة البحرين دانا الخالد دبي